السلام عليكم معكم مامي الجنة واهلا ومرحبا بكم في قناتي منوعات واسرار المبخ واهم من الشغل تصبيت الشغل والعن بتاكل قبل البقية ست الكل اللهم بارك هنعمل وصفتنا النهاردة سهلة ولزيزة وبأسهل طريقة ومش هتاخد في ايدينا وقت خالص الحواوشي البلدي بكل اسراره وتكاته نخش على المكونات والمقادير ونقول باسم الله الرحمن الرحيم قبل اي حاجة على طريقة محلات مكة جزارة مكة الحج محمد المنزلوي رحمة الله عليه مكوناتنا ومقدرنا يا بنات مبدئيا كده اللحمة نفس مقدار البصل بالزبط يعني كيلو من اللحمة المفرومة عليه كيلو من البصل المفروم في الكبة وتلات فصوص من التوم مفرومين كده زي ما انتوا شايفين ميكس فلفل الالوان ونص كباية من فول الصوية وحوالي نص ساعة والمفروم في الكبة زي ما انتوا شايفين كده الميكس فلفل الالوان يا بنات الاخضر والاحمر والاصفر الأحمر ده لو انتو بتحبوه حرق شوية هنحط نصف أرنمين الشطع تمام أربع معالق من الدقيق معلقة كبيرة من الملح معلقتين كبار من توابل إلحا وشق القنور معلقة كبيرة من البيكنج بودر معلقة صغيرة من السكر ويفضل البديل بتاعها عسل النحل بيقوي المناع طبعا أنا جبت خلطة قنور يا بنات أنا مش بعمل إعلان ولا حاجة بس خلطة قنور دي اللي كانت متوفرة قدامي وبصراحة رأيي فيها أن أنا جربتها وجميلة جدا ومظبوطة طيب لو مش متوفر قدامنا قنور وهنجب من العطار يبقى ما نحطش الملح خالص قبل ما نحط التوابل ونعجينها في بعضها كده وبعد كنشوفوا الملح بتاعليين دايما التوابل اللي بتيجي من عند العطار بقى عليها نسبة ملح عالية وحصلت معا قبل كده وكان الأكل حادق شوية فناخد بالنا من الحاجة زي دي بعد كده هبتدي أنزل بيقى المقونات بتاعتي واحدة وكده واحدة وراء بعضها وراء بعضها كده عشان أبتدي إيه ده إيه ده يا مومة جنة أنت هتعمليه في العجان آه هعمله في العجان في دقيقتين تلاتة إيه الأنسجة هتتدخل مع بعضها وإيه المقونات هتتدخل مع بعضها كده وريحة الحوش بقى الخلطة بتاعة الحوش اللي تحب وريحتها دي هتظهر معاك وهتبقى جميلة وزي الفل وفي العجان مش هتاخد وقت خالص خطة واثنين وثلاثة بسم الله ما شاء الله الله أكبر هيطلع الحوش زي الفل صلوا على الحبيب قلبكم يطيب والصلاة على الحبيب مسكن وطيب آه بعد كده هبتدي أركب السلاح بتاع العجان بسم الله ما شاء الله كده أهو وهركبه وابتدي أعمل على أقل لسرعة الأول وبعد كده هبتدي أزود السرعات واحدة واحدة أنا بحب أقول كل حدا بالتفصيل عشان ولادي وبناتي الصغيرين اللي لسا مقبلين على الجواز أو بناتنا كمان يعني أمتا يعني آه كده شايفين أهو بدأت آه المكونات تتدخل كده مع بعضها كنت نسيت أحط البكينج بودر نزلت بي دلوقتي ما شاء الله وخاطمة مهمة جدا البكينج بودر يا بنا بيدي نفشة لعجنة الحووشي لعجنة اللحمة نفسها بيبقى طعمها حلو أو كده وخفيفة مش تقيلة كده ما شاء الله آه كده خلاص كل حاجة تزبطت معي ندوق الملح نشوف الدنيا فيها إيه الملح كده متزبط تمام طيب طيب بالنسبة للتوابل لا هو بقى وانا عاملة كيلو من اللحمة كيلو من اللحمة يبقى المقدار المزبوط لتوابل الحووشي لكل كيلو من اللحمة المفرومة عليه اتنين باكو من آه طوابل الحووشي كنور تمام طيب لو احنا بقى جايبينها سايبة يبقى كيلو اللحمة عليه ثلاث معالق من طوابل الحووشي اللي بتجي من عند العطار تمام كده يا رب الكلام كده ايه يكون واضح كده وكل حاجة فوضوح كده العيش اللي معاية وخلص الكمية اللي معاية بنفس الطريقة هكوورها زي ما انتم شايفين كده وخلاص وهرصها كده جنب بعضها وبعد كده هبتدي اجيب آه اللهم صلنا على النبي اللي عيش بتاعي طبعا اللي عيش باسم الله ما شاء الله انا كنت بصراحة 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 كده جابا من الفرن جاهز قلت للراجل انا عايزة نص تسوية وزبطولي وزي الفل هناخد بالنباق واحنا بنحط الكور بتاعة اللحمة كده واحنا بنحطها هنفرط بصابع ادنا كده الجوة بحيس ان اللحمة تتوزع فيه استندوتش داير ميدور كده عشان ما يبقاش فيه حتة فيها فراغات تمام تمام طيب بالنسبة للعيش اللي مقطوع كده من الجنب انا بتصرف بقوم جايب كده رغيف على جنب برضو وابدأ اخد منه قطع كده واداري الحتة المقطوع دي آه وماشاء الله كانت اكلة جميلة ولذيذة كده وزي الفل آآ باسم النبا شاء الله آآ ما خليتش برضو في ايدي وقت خالص آآ سهلة جدا وبصراحة كانت في عز الحر ما كانتش ينفع ان انا اغبز العيش على ايدي انا بغبزه على فكرة على ايدي وببقى جميل وزي الفل بس بصراحة كانت جوة حر جدا فقلت لا ما بيديهاش بقى اجيبه جاهزة النهار ده وخلاص واجرب فماشاء الله جربت العيش الجهز لقيته ومتوفر علي في كل حاجة آآ بعد كده هبتدى جيب الصاجة بتاعتي او الصانية او القلاية او الجريل المتوفر عندك اشتغل به ولو عندك تستر ممكن برضو تسوي عليه برضو هيبقى جميل تمام تمام آآ معلقة كده من السمنة هحطها كده على الجريل وبعد كده هجيب برضو طبق كده على جنب وهجيب وش الارغفة بتاعتي العيش بتاعتي وده هنبسيطة كده بالفرشة السيليكون وهبتدى ادهنها من الوش يعني من ناحيتين هدهنها بعد كده بالنسبتيولة بتاعتي هبتدى اضغط كده ضغطة من كل جنب كده على العيش بتاعي بحيث ان يتحمر وفي نفس الوقت انا عايز الحشوة بتاعتي من جوة تستوي وتبقى زي الفل اللهم بارك عملت كده وبعد كده هبتدى اقليبها كده شايفين بدأ التحمر شوية اهو وان شاء الله هبتدى كمان دي اقتين تلاتة كده وهبتدى اقليبها وهكذا خلص الكمية بتاعتي بهذه الطريقة اه حب اقول لكل امتابعين وكل حبيبي ان انا بسيب لينكات في صندوق الوصف او في اول تعليق مسبت بالنسبة للفيديو شاهدوا الفيديوهات دي عشان مشاهدات القناة ارتفع شوية اه وشكر خاص لكل امتابعين وكل حبيبي من داخل مصر ومن خارج مصر ومن جميع الدول العربية ربنا يجبر خواطركم جميعا زي ما بتكبروا بخطر بالكومنتات المشجعة والمحفزة اه اللهم بارك طبعا انا هنا زي ما انتوا شايفين ابتديت قاله برضو على الوشي التاني لحد ما يتحمر برضو انا مش هحمره اوي هخلي كده التحمير بتاعه وسط هيبقى مقرمش وفي نفس الوقت من جوة طري ومستوي واخلص الكمية بتاعتي اه باسم انضاء ما شاء الله اه اكلة جميلة ما خليتش في ايديه وقته خالص تمام زي ما انتوا شايفين كده هابتدي برضو الدور التاني هدهن برضو دهنة من السمنة وبعد كده هدهن الرغفة العش بتاعتي ووش وضهر كده برضو بالسمنة لحد ما اخلص كل الكمية اللي معي بنفس الطريقة بقال فهنا يا رب اللي شاف واللي كال والله هيعمل على طريقتي الحاوش البلدي باسهل طريقة وابسط طريقة وافضل طريقة على الاطلاق بسم الله من شاء الله كان طعمه تحفة جميل جدا اكلة خفيفة ولذيذة وتنفع من وصفات رمضان وكل سنة وانت طيبين بسم الله من شاء الله بجد رحة تحفة وكان طعمه لذيذ جدا تابعوني على منصاتي تويتر انستجرام تيك توك من نوعات واسر المبخ متابعوا لايك لبيجي الفيسبوك من نوعات واسر المبخ والسلام عليكم